ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله كالإنسان في وقته وفي أيامه يحريص على أن يحقق الأمال وإذا بالأجل يدنو من إذ جاءه الخط الأقرب ما هو الخط الأقرب للإنسان هل هو هذا المربع الذي أحاط به من جميع الجهات أم أنه هذا الذي هو خارج عن هذا المربع الخط الأقرب هو الموت ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه غرز عودا بين يديه يعني أمامه وغرز عودا بجانبه وغرز عودا ثالثا فأبعده فقال صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون ما هذه؟ قال الصحابة رضي الله عنهم الله ورسوله أعلم قال هذا هو الإنسان وهذا الذي بجانبه هو أجله هو أجله والإنسان يتعاطى الأمل يريد أن يأخذ هذه الأمال والأجل يختلجه دون ذلك يعني من أن الأجل يأخذه قبل أن يتحصل على أمله ترجمة نانسي قنقر